سيول متوقعة في النظام الملالي الإرهابي المقارع للشعب سيول متوقعة تشتاح مدن وقرى إيران في ظل عدم وجود مساعدة من النظام الملالي العائد إلى العصر الحجري الذي دمر جميع البنات تحتية في البلاد على مدى السنوات الأربعين الماضية يحاول الآن الشعب الإيراني الأعدل باستكتام مجارف وكياس من الرمل أن يواجه السيول والفيضانات بينما وفقا لمحافظ فولستان يقضي مئات من كبار المسؤولين في نظام الملالي بمرافقة عائلاتهم في أوروبا حطلة العيد وفقا لإحسائيات الأولية لهذه الكارثة الوطنية لقيا المئات من أبناء وطننا مصرعهم وخلفت الكارثة آلاف من الجرح والمسقودين بعد قولستان ومازندران اشتاحت السيول في القطلة الثانية مدن شيراز وخرامباد وقصر شيرين وعبادان والعديد من مدن كرمونشاح وخراسان الشمالية وتهدد ما مجمله 27 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد والآن تهران في حالة التأهب وهي مدينة ليس لديها بنية تحتية مناسبة ولا دفاع مدني أعربت مريم رجوي عن خالص تعازيها وتعاطفها لذوي ضحايا الكارثة خاصة في شيراز وقيرها من المناطق المنكوبة بالسيول والفيضانات وقد دعت الشباب القيارة في جميع أنحاء البلاد إلى إقاثة نشطة لضحايا السيول والفيضانات في فارس واليورستان وقوزستان والسيستان وبلوشستان وإيلام وقوم وكرمان شاح وقلستان وإجداء أخرى من البلاد وأضافت السيدة مريم رجوي أن النظام الملالي وقادته الفاسدين وقوات الحرس قد دمروا البيئة وتسببوا في تشديد آثار هذا السيل المدمر من جهة ومن جهة أخرى قد نهبوا أموال المواطنين وهدرها في القمع والإرهاب وإشعال الحروب والمشاريع النووية والصاروخية اللاوطنية وجعلوا المدن والقرى في البلاد مدمر وحرموها من الحد الأدنى من البناء التحتية لتبقى بلا دفاع أمام الكوارث الطبيعية قسل الزلزال والسيول إن الأضرار والخسائر البشرية والمادية التي لحقت بأبناء شعبنا في هكذا حوادث تزيد بأضعاف أكثر من الدول الأخرى والمعايير العالمية ترجمة نانسي قنقر